موسيقى من شي جديد ومن عبر شاشة الانبيان بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص نضم لإلنا بهيد الحلقة وبصرنا وبشرفنا بها الحلقة يكون ضيفة مهندس داخلي واقل فران أهلا وسهلا واقل أهلا لارا كيفك نحن بالأكتر صلنا زمان ولكن دايما هيك بتغيب عنا واقل بس بجعبتك هيك بروجيكس حلوين وأمور كتير حلوة تعرف عالم الديكور عالم كتير واسع وقد ما حكينا يعني خاصة انهندسة داخلية بتلاقي ما منخلص وما منزهق لأنه دايما في شي جديد اليوم كل مشروع بتستلمو بيكون إلو نكهة خاصة وإلو هيك مثل لمس لإلك واقل طبعا اللي بيعرف شغلك بيعرف إنه هيدا البروجيكت واقل فران عامله ولكن كيف بتقدر هيك تعمل متل تغيير دايم يعني اليوم هيدا البيت اللي بتستلمو بيت تاني فيلا أو أي مشروع في واقل فران هيدا اللمسات الأخيرة ولكن بضلك حريص تعمل إشة جديدة ما يكونوا بيشبهوا بعض تعافي لارا في شي كتير مهم إنه بالنهاي لما أنا عم بعملك بيتك هيدا البيت لازم يعكس شخصيتك أنت زوجك أولادك عائلتي كيف نمط حياتك كيف بتعيشوا كيف نهاركم بيقطع كيف تستقبلوا أصحاب عشية سو بالنهاي البيت بدي يكون مراي لأصحاب المنزل بالضبط هلا الطريق الناس ما عندها فكرة عن الهندسة الداخلية وما بتاع في تطبق الأمور بطريقة صحيحة مصبوط وهيدا هو شغلنا الأساسي إنه أنا بس تستعيني فيي بيجي بعطيك أحلى شيء أصبت شيء وبيشبه نمط حياتك وبيشبه نمط حياتك وبدي يعكس شخصيتك تمام بأحلى الطريقة ممكنة طبعا وأرتب وأشيك طريقة ممكنة مية بالمية ومثل ما قلت فيه تفاصيل بالهندسة الداخلية مخيفة قد ما كتير صح هلا للبعض بيهربوا منا بيلاقوها شيء كتير بس بعدين ما بتعوضوا عليّ إذا عملتها إذا البحة بدك تكوني عندك شغف كتير أساسي يعني أنا 22 سنة بيشغل بهالدومان 22 سنة الشغف كل يوم بروح على المكتب كأنه أول النهار لأنه أنا ما بعد برحالي عم بيشغل بعيد برحالي عم مارس هويتي يوميا وهيدا اللي شيء بيخليك تبدأ هلا في شيء كتير مهم في كتير أوقات نحن بكونوا عم نشغل على كذا مشروع بنفس الوعد المكان المساحة بيفرد نفسه الوكيشن على البحر بالجبل هيدول كل إياتهم بيوفورد وأكام كمان البوضجت يقدير الواحد الإمكانيات المادية اللي عم بقدر يحطها بهذا البيت بيأثر لنتيجة اللي بديك تغدية صح سو برأيي شخصي ما في وردة مثل الثانية صح سو بطير غلط لما أنا مكون عم كرر حالي ما بقى صررت مهندس بصررت عم بعمل كافي بيست يعني ما إلا قواعد معينة نحن أحلى شي بشغلنا إنه The sky is your limit يعني فيك تروحي قد ما بديك هلأ بنشت حالنا على البوضجت لأنه ممكننا كمان نشطح كتير بس كمان هون هيدا نقطة مهمة يعني غير إنه زردا أو مثلا لنقول نمط حياة الأشخاص تلعب دور حتى البوضجت بيلعب دور هيدا أساسي لأنه أنا بس أرسم رسم كتير حلوة أو نعمل ديزاين كتير مرتب إذا ما أخدنا بعين الاعتبار كيف أجو يتنفذ إذا بيتنفذ أو لا أول شي وبعدين أدابه ديكلف تكلفة أنه عطول مدرسة بمناطق قوة مناطق وسط هيدول كلهم يعني فيه بروسس طويلة تحضير لأي مشروع قبل ما نبلش فيه إن كان من ديزاين لا تسعير مع الكلاينت لا نطلع البوضجت الأساسي قبل ما نبلش بأي مشروع لأنه اللي يعرف الشخص هو لوان راية ونحنا كمان نعرف هيدا المشروع لوان بدو يوصل معنا لنعرف نكون أساسي لهيدا البيت مية بالمية وحمستنا هلأ نشوف آخر بروضجكت نعمل لأيلك هلأ بهالفترة نعم خلص مية بالمية خلص أكشيلي بعد فيه كم أطعة بالسلمات كم أطعة هلأ عم خلصهم يعني مشكور هيك الضغرة فريش خلينا هيك نبلش بالصور لنشوف هيدا البرضجكت هيدا الابارتمنت موجودة ببيروس نعم هلأ حنشوف المدخل الخارجي تبع البيت المدخل الخارجي هيدا منطقة الأسانسورات نعم هون بتوصل اشتغلنا بالدزاين على تكنيك اسمه بارامتريك ديزاين اللي هو كل شيء يتقشعي تلبيس الحيطان اللي هين منهم بيطلع في عندك بانش يعني مقعد طالع من الحيطان بيجي باب المدخل منه هيدا كل الستركش حولنا مدخل الأسانسورات الخاص بهالشقة لعبارة عن منحوطة متكاملة كلها يعني كيفما تتحرك كل الصور هلأ حنشوف بعد نعم حوالين هالسبيس عم تقشعي فيه تكامل وتجانس بالخط باللون وبالستايل ونفس الوقت الأرضية تحت هيدا البيت كمان تصممت من رخام مع خط عربي حالو وحتى يعني الانترنس هون بيانت إذا هلأ الانترنس هك كيف فتنا على الابارتمنت آه حمد الله هدك انت هيك حريس انه تدين عمل من البداية من مدخل البيت المدخل البيت بيعكس أول شيء كل الرحلة أو اللي بدك تعمل شو نعترنا جوا انتو فيت بالبيت آه وهون كمان في عامل السوربرايز كمان هل يطور رح يكون مكمل كله نفس الشي ولا فيه اختلاف فيه تجانس وبرجع هون بيأكد كمان على قصة البيت مفوض يجبها أصحاب البيت بزابد شو المتيريال اللي مستعمل هون هيدا كله ياتوا الخشب هون بينعملوا كله عقياسات معينة يعني طريقة التنفيذ طبعه كتير فيه أدقة وفيه كتير صعوبة وفيه شغل كتير يعني بدأ ناس حرفيين مضبوط ليعرفوا يطلعوه بطريقة متجانسة ومضبوطة هون السؤال اللي عم ينطرح هل كملتوا بنفس التام لجوة ولا غير هيدا السؤال هلا اليوم هنشوف القسم الداخلي طبع هيدا المنزل ان شاء الله بحلقة تاري نفرجيك الصالونات حلو هلأ فيه كمان فيه بعض سوات نرجع كمان للشي الأساسي اللي بلشت فيه اللي هو أداة هيدا المطرح بيعكس شخصية الأصحاب البيت صح مثلا هلا حنشوف مثلا غرفة النوم الرئيسية غرفة النوم الرئيسية يعني صاحب المنزل كان هدفها بدي غرفة مريحة ألوان متجانسة لأنه نحنا هون نطلع البحر مصبوط سوى استعملنا البحر دلنا مستفدين والفيو طبع البحر اللي هو بكل لحظة دوم النهار عم بيتغير ويتفاعل معيك فالغرفة مريحة ونفس الوقت مانا ما فيه حشو بالمفروشات وبأحجامهم فيه مساحة ريئة حتى الألوان الريئة كلها اياتو اشتغلنا عبالات كاملة متكاملة ونفس الوقت حفظنا على الفونكشن يعني على الأهداف شو بدنا ضب مطاريح السطوريج السبيس كله موجود وبيكترة حتى وبنفس الوقت في كتير أصص مخفية ما بتبين كوان هي موجودة فهدا كلها اياتو بيساعدنا ليكون المكان لن احنا قاعدين فيه مريح صح هدا ينطبق على غرف نوم أو حتى على صالونات قدي هايد النقطة اللي عم تحكيها كتير مهمة يعني اليوم فيه أشخاص قعدوا بالبيت وهون وقعوا بالمشكلة قبنا نحط لغراد ما عنا مساحة نساع كل هايد الاشياء بتصير بعدين اليوم قدي حريص من الأساس نعمل لها لما بتصير بعدين لارا بيكون فيه مشكلة وان بيتخلق هذا البيت ما بيكون مبلشين من السفر صح الدراس ما هيدا لقتلك يا عبلي شوية بنعمل دراسة نعمل خرايط مفصلة ومنعمل تسعير واختيار للمواد مفصل قبل ما نبلش بأي مشروع لأنه نلحظ كل هاو التفاصيل وأوقات كتير أصحاب المنزل بيكترحوا أمور بيعلمونا أنا اليوم بعدني بتعلم وبيخد أفكار من أصحاب يعني من أصدقائي لأنه هني منهم نسبونات بيصير أصحاب ويصير عائلة مية بالمية سو متعلم منهم كتير هون عم نشوف غرفة تنوم لأحد الصبيات من أصحاب البيت هني بدأ سبريت شوي أفريكان بدأ سفاري خلو واضح يعني وهي بترسم كنان فاستعملنا هيدا هيدا الفيل بس بطريقة مودرن عملنا شوي أفريكان مع بلدكان بس بطريقة مودرن ألوان متجانسة يعني حتى الألوان نشتغل فيها معهم بنعمل مصاطر بنعمل تفاصيل كلها يعني بتفوتهم بهيدول التفاصيل لأنه بالنهاية مثل ما قالت هيدا مملكة هالعائلة وهيدا بيتهم هيدا حياتهم مصبوط تصوري أنا مثلا بغرفة النوم عطيك ألوان أنا ما بحبه مصبوط وإنتي عم تنامي وعم توعي يوميا بيهي وجهة هيدا أكبر خطأ واحد طبعا ونعمل مصاطر بنشوفه حتى أيام نعمل سامبز على الحيطان عجبير لنقدر نشوف كلها بلات واحدة مثل اللوحة من التارت الفنان بتجانس متكامل بنوصل لنتيجة بدنية وقدي عطيتها مثل ما هي بتحب للصبية طلعنا من الأشياء التقليدية دائما لون الزهر لون الأشياء البربل أكيد للبنات لا أبدا أكيد لا كمان بالنهاية انت عم تجل عني لما تيخري شيء تقليدي بالضبط لتاخدي بيت بدي يعيش منموم منموم 15-20 سنة ما تزهق منه ونفس الوقت بيكتخل شيء مميز مصبوط هيدا بالأسس تحوان شغلي مصبوط إذا بديك زهر والأزرق هوا قوموا من مين عيقوا عن كل النات طبعا متل ما عم نشوفهنش كتير هلا هون عم ترشيك الفرق بما إنو عم نحكي على الألوان هيدا غرفة نوم لصبية تانية بالبيت اتاخت مواجه منظر البحر يعني توعة والبحر بوجها وهي بتحب كتير البحر سو كان المود والألوان من مشتقات البحر ونفس الوقت فوتنا ألوان تانية هيدا الغرفة تصممت كل اياتا يعني من سكراتش من السفر وتنفزت كل اياتا اتاخت في فوقها هيدا اليونت لنازل من جهة ورا عم نقش على طوالات تايتا لدراسينج تايبل من جهة في حتى هل الدوائر لهن مرايا بيفتحوا في ستوريج للأكسسوارات للبرفومز لإلون من جهة تتاخت معمول إزاز البرنت لصورة شط بحر مكمل اللوحة الخارجية مية بالمية بس كمان هون نحاول قد ما فينا نعملهم بطريقة رايقة ما تميزها منها الشخص ويظل متجانس ومش معجق أبدا يعني بالعقس وما في كلوترينج كتير كمان وما ننسى الاحتياجات موقت رحلة تدرس تقرأ عليه بنش صغير كمان بتحب تقرأ عندها مطرحلة تحط كتب لإله إلى الآن مملكته خاصة لذي الشخصة اليوم بيض كامل للعائلة ولكن أعطيت كلحدة أطولة وغرفته من سيدرس هل يعود شخصيته شخصيته بالضبط روحه موجودة فيه وحمد الله قدرنا نوصل طبعاً واضح يعني بدون ما أعرف الصبايا عم بقدر أتخيل كل حدا كيف شخصيته كيف قاعدته حتى قودة الأهل يعني قدام عمولة بطريقة كمان يمكن بتشبههم إلى حد تاكس روحهم وحياتهم صراحة خلينا نتابع هيك بالصور كمان لناخد هنشوف هلأ غرفة الشاب مثلا الشاب درس بيزنس ووقت بالجامعة أخد كورس إسلاميك أرت هلأ تفتت بالتفاصيل هلأ طبعاً هو التفاصيل هل بيعملوا بيت البيت عبارة منه مكان جامد هو حيات تأثر كتير بالفن الإسلامي والعمارة الإسلامية ووقت ما تعرفت عليه كان شاري مرايه قديمة مصفضة واشتغلنا كونسبت القوضة كلها جاءت على هذا الأساس هلو يعني هؤل البانويات اللي عم تأشعيهن هدول هن مترح البرادين هدول هدول بانيلز بينزيحوا وبتررجوا بالإيد على جنب بيطلع الفيو طبع البحر والموتيف اللي مخرق هو عبارة عن إسلاميك أرت موتيف هلو الثنان بانويات حوالين اتخذ هن قطعة أنتيك قديمة ترمموا ونحطوا بالبات واذا بتلاحظي الغرفة كلها بيضة فاتحة ودي بردين القطعة اللي حاطتها والأنتيكس هن عطوا الدفا مثلا مثل القطعة تحت المراي هده معمولة من حديد مدهون ونفس الوقت جوارير كلها عليها صفض من مدهون ساميح هو كان حابب هيدا الفكرة واحد وانت طورت له أكتر وسع حابب هيدا الإسلاميك أرت وحب الجو الشرقي ونحنا أخذناه عملناه بطريقة مودرن مش بالطريقة التقليدية اللي نحنا معوادين عليها يعني هيدا بتحس أفكار عنا جد غريبة انه شاب بحب انه هيدا التاريخ الكبير وقدرت تتنفذلي بغرفته يعني بميز ايه بس اشوف في هيدو الهول فانويات هين بدك تعتبره هول برادة تعوني هيدا الغرفة فهون كمان بعدنا عن التقليدي بكيفية الكورتنز بنحطه والتفاصيل وقده حلو ان مش برادة بالعكس طلعنا عم اشياء تقليدية بيفتحها بيقدر يشوف بس يسكر رحل العالم تاني مية بالمية كتير حلو والقبلات حتى كتير سمبل ولون واحد نلاحظت لانه لما اشتغلنا على لما يكون عنا شغل على الحيطان او شغل المنس يعني موجودين بالغرفة اوقات كتير مانيك بحاجة تعمل ديزاين بالغرفة ايه كمان بيصير كتير لما عم نشتغل احنا هيدا البيت كنتمبراري مودرن هاوس هيدا الستايل تبعه لانه نيو كلاسيكا اللي نجي نحط شغل بالرخام او نعجق بالارضيات بالعكس هو التناسق والتجانس اللي تقدر تدخل ايه منحوطة كاملة باي غرفة موجودة و هون عم شوف رحلة هون حنشوف مختص بهيدا البيت اللي هو ستادي روم يعني غرفة لشباب البيت اللي يقدروا يدرسوا يقروا فيها الكمبيوتر فيها كل الكتب لانه هن مطلعك بيحبوا الاطلاع و الكراءة كتير كل هيدا الاسبايس معمول بس للاستوريج للمكتب بتاعتهم للكمبيوتر اريا اللي قلن والتفاصيل يعني عم نطبق بهيدا البروجيكت الكلام اللي بلاش نفسي انا وياك واقل انه كل بيت قلو خصوصيته خصوصيته بيشبه الاشخاص وإله الفونكشن يعني إله العمل يعني كيف يقدر مختلف مية بالمية حاب يدرسوا بالقودة كتير حلو حاب يجتمعوا مع بعض مية بالمية بعدين لارا في شغلي كتير حلوه وهيدا انا بعتبرها من الاشياء بتميز انا بعتبر حاليا محبوظية بشغلي انه ببيتك عم نشغل بطريقة ببيت شخص تاني عم نشغل بطريقة مختلفة مختلفة في معطيات مختلفة مكان مختلفة في ديزاين مختلفة وفي روحية مختلفة مية بالمية وهيدا الشي واضح يعني بعدين بيت واحد بس عم نشوف اكتر من مكان كأنه عم نروح من محل لمحل في اختبار مختلف بكل منطقة بس اذا بتشوفي كل اياتوا مع بعض وبتمشي كامل متكامل في خط معين في لون معين مع انه في عنا اختلاف بس في شي معين بلقطوا كل اياتوا مع بعض مية بالمية واضح طبعا خلينا نشوف هيدا الصورة اللي نعلق بتفاصيله واقل ونفرج المشاهدين هيدا هيدا حمام غوتنوم الرئيسية كمان بيلحق الخطة مع غوتنوم الرئيسية المخسلة من ارخام معمولة الشاوري كبير هيدول كمان بترجع بتشوف اصحاب البيت شو هنا بدون شو المعطيات اللي عندون بتعطيهم لانه كمان منطقة الحمام من اهم المناطق انا باعتبارها بالبت ولمعلوماتك من اكتر المناطق اللي فيها شغل فيها شغل فيك اكتريت المعلمين اللي بيفوتوا بيشتغلوا بالولشية عاطر عندهم شغل بالحمام بالحمام مضبوط لانه كمان بعدنا عم نحكي كل شي بدنا نوصفه بمكان الصح ما في مكان للرجعة يعني اصد نرجع ورشة من اول وشديد فكله بدي كمبلا مضبوط عشان هيدي الدراسة من الدراسة كلية من الاول منفوت بتفاصيل يعني حتى عطيك مثل اذا عم نرسم اخزانة منعطي الشكل الخارجي ونفوت معك بتفاصيل الدخلية هلا عند الستات مثلا في مطارح للعوينات في مطارح للسانتير للبالت اللي عنكن يعني كل اخزانة الى كل مئة بالمئة اكتش وراتكم مضبط اوضة بشكل انها تقدم تقليد معنا وبنفس الوقت مفي مكان نحط لغراض مبدأ هيدا الحلو تعرف المثل هذا عطي خبزك للخباز لو اكل نصه هيدا هو بينطبق كمان على عالم الديكور لأنه بتكون عم بتفكر بفجن أبعد وأوسع وأعمى يعني اليوم أنا بس بدك تشتغلي بأي مكان لإليه غير ما أنا بشوف يعني أنا ممكن أعطيك رأيي بس اليوم شغلك أنت اللي عم بتوظفك أنا خبرتك محصورة باللي بتعطيب هاللحظة صح نحنا كترة المشاريع وكترة الشغل غير لأنه هيدا الدومان تبعنا وهيدا اختصاصنا ودراستنا نحنا كمان عكترة المحاولات والتجارب كتير في أمور نتعلمها مع العمر في كتير أمور نطلع عليها مثل ما ذكرتلك في أمور أيام أصحاب البيوت هنا بيضعوا لنظري للشيء معين أنا ما بيكون خاطر بالي فيه وأنا كتير بمسط يعني وكتير بحبز إذا شخص يأتيني فكرة وهيدا الفكرة فيها تساند أو تدعم هالمشروع بالعكس هذا الشيء كتير جيد يطلع أفكار أحلى وأحلى يعني حتى مثل غرفة الشاب يمكن عم بيقدر أذكرها كل شوي لأنه في شيء حدا بيحبه كتير حدا لفت له نظره بأيام الدراسة ووظفت له إيها بغرفته والملفت إنه هو عنده يعني هو جاي بقطعة وأنت وسعت له الفكرة العامة وقتك كان عم بيخبرني وايك أنا يعني صراحة كان كتير سعيد وقت ما عم بيخبرني لان عم يوجد الأفكار ايه أولش عم يوجد الأفكار بعدين كتير أنا بيحترم ومقدر الشخص اللي عنده عارف حاله شو بده الزبط يعني كتير هيدا الشيء بيساعد بيساعد عندك يمكن بيتفاجأ الشخص اللي حكيك الحمد لله الحمد لله وبعدين نحن بالقصة الاستماعك شيء كتير مهم لأنه نحن من أول أول جلسات بأي مشروع أول جلسات أنا عالتا بسمع وبسأل أكتر وبيصير بأول مراحل يعني أول شهر أو شهرين في كتير أسئلة بيسألهم حتى أوقات بيقلهم إن أنا حاسألك شيء بدي يجبوني أي أو لا هيدا ما بكون عم بيسألهم أنا عم بكترح عم بيسأل لأنه بدي أعرف كيف التوجه طبعنا شو بيحبه شو ما بيحبه صح أوقات اللي حمستعمل شيء مسميه فيجوال بريزنتيشن يعني مثل صور متعددة لأمور مختلفة أنا عم ترجيك إياه هون بشوف كم رائبك عم شوف الرياكشن تعيتك شو بعرف أنا شو ستايل اللي أنت بتحبيه وين المكان اللي أنت عم ترتاحي له شو بتحبي شو تكرهي وأيام كتير في قصة تكون تكرهيها لأنه أنت بتكوني شيء في إكزامس عنا غلط غلط بتغير لصورتها يعني بتغير لطريقة ذكر مرة في سيدي طلب قلت لي البدا كيفية نعمة بالبيت بس ما منحط بلانتيسيو بلانتيسيو الصوفة يعني هي الكنابية اللي عبارة بكتشي كلها ماشي قلت لأنا ليه إنو شو سبب قال ما بحبهم أبداً سو بلشنا نحنا بالشغل وما بقى جبت السيرة سو ترجيها مع الوقت أمثال صحيحة لهيك صوفة وبالنهاي تنعت معي وهي طلبت وتفاجأت يمكن أنو هيدا هي وقالتلي إنو أنا كنت عم شوف كنت عم شوف أمثال بشعة ملنا حلوة فهون كمان إحنا شغلتنا نفرجيك إذا أي شيء بدك ينفرجيك أحلى أجمل وأصبط شيء وطبعاً يخدم مصلحة المشروع أكيد أكيد هيدا ما في شك بالموضوع نهائياً وعم نشوف يمكن في سؤال هيك إجا ببالي وقت شفت الحمام اليوم قلت حضرتك اليوم الحمام أصعب شيء بحد ذاته مش أصعب شيء بصعوبة ما فيش شيء صعب بس بده دقة بده شغل يعني الناس بتفكر إنو حمام لا هل الماتيريا اللي جديدة والإشياء اللي عم تتطور أكتر هي اللي عم بتخلينا نحس بهيد الصعوبة والشغل لا لقالك لأنو المواد اختلفوا المعالمين بعضهم تقريبياً نفس الشي يعني بالحمام في عندك كل شيء يعني كل شيء معالمين عم يشتغلوا بالورشة جميعاً بيشتغلوا كلهم بالحمام إن كان من البلاط للكهربجي للسجري 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 للشوفاجات للعمار للوراق للجفصين للإنارة للخشبيات التفاصيل المرايا الحمام خرايته أكشيلي أيام بيطلع أكتر من خرايت غتنه وليها مقول مش صعوبة بس في كتير دقة لأنو مكان صغير يعني على السانتي بكون عم نشتغل لا يوجد أي غلط بيطلع شي بيأزينة يعني وفي هذا المكان بدك تحطي كل هالفونكشن بطريقة جيدة وتعطي الهدف تابعه يعني إنارة الحمام من أهم الأمور كي بتعب تحطي إنارة صحيحة لأنو أي شخص نحنا رجابة نوقف على المرايا بده نحلق ده أنا بده يكون في ضوم مريحة يكون فيه جمالية وعملية بنفس الوقت يعني وهيدا شيء واضح بكل شيء شفنا بهيدا البروجيكت واقل اشتغلت على التفاصيل وإشياء مهضومة وحلوة والصبي والست والرجل والشاب قادرين ينبسطوا يعني قادرين أن يكونوا مرتاحين ببيتهم ويمكن بفترة كورونا فترة الحجر والقاعدة بالبيت واقل نفعت نفعت لأنو بتحس إنو خلاص مرتاحة ببيتي مش بده إظهر بده فيلم هيدا الحلو هيدا البندميك اللي قطعنا فيها كتير ساعدت يعني في كتير ناس فكروا من بعدها بدنا نضبط بيتنا لأنو اكتشفوا إنو إحنا منا مرتاحين بالبيت لأنو حياتنا كانت برا عم تكون مشغولة أكتر أكتر من البيت في ناس تأكدوا وصراحة كذا حد أحكياني قالي إنو أنا كتير مرتاحين حمد الله بالبيت مبسوطين ما عم نحس حالنا مضيقين بالمئة هيدا الحلو هيدا الإشياء اللي يمكن كتير بحلقات سابقة معك وإلحكينا فيها إنو كل حدا بيته مملكته واليوم تكون مرتاح ببيتك هو أفضل شيء نفسيا وعمليا وكل شيء يلعب دوري كبير بعدها إذا الشخص منو مرتاح دور بيته ما حيقدر يطلع لبرة ويقدر يعطي بالضبط بالضبط فيسبوك والإنستغرام خاص فيك على أسفل الشاشة اليوم فرجينا المشاهدين بروتجيكت من البروجيكت قصم منها قصم كمان بعد فيه إشيات تانية ما حكينا عنها إن شاء الله اللي بيحب يقدر يفوت على الفيسبوك والإنستا ويتعرف على كتير أفكار وأمور بتطرحها على مواقع التواصل وأنا أبدأ أشكرك شكرا لأيكم لارا شكرا أهلا وسهلا فيك معنا وإلى الأمام دوما ودايما هيك بيكون فيه لمساتك الخاصة ولكن كل بروتجيك بيخذنا لروح غير ومكان غير شكرا أهلا وسهلا فيك معنا وإلى فران مهندس داخلي شرفتنا مشاهدينا لهون نكون وصلنا لختم هذه الحلقة مش جديد معادنا بتجدد معكم بكريا بنفس الموعات فكونوا كتر إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة